صفة العمرة نعم العمرة قلنا يحرم من الميقات يلبس الإزار والرداء نعم إذا نوى الدخول في النسك أصبح عليها الآن أشياء ممنوعة عليه نعم نعم يحرم عليه قص الشعر أو حلق الشعر تقليم الأظافر الطيب تغطية الرأس بملاسق يعني ما يمكن يلبس طاقية يلبس غترة نعم هذا الذكر ولا يلبس القميص السراويل الثوب نعم فقط إزار والرداء هذا على الذكر ليس على المرأة ويحرم عليه الصيد لا يصيد صيد البر نعم ولا يعقد عقد نكاح يعني لا يكون زوج ولا زوجة ولا ولي يحرم على الجماع ومقدمات الجماع نعم بعد هذا يبدأ يلبي التلبية إجابة لنداء الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم أن ينادي في الناس حتى يأتوا ويحجوا بيت الحرام فعندما الآن تلبي تقول يا رب أنا مجيب لندائك وتلبي بلا إله إلا الله شهادة الإخلاص نعم نعم لكن لا التلبية عبادة ليست غناء يعني أقول الشيخ بن عزيمين رحمة الله يعني يلبي هذا ذكر ما يقول لبيك اللهم هكذا يعني يغني نعم يظل يلبي إلى أن يأتي مكة كم إذا وصل إلى الكعبة يستقبل الحجر الأسود يأتي عند الحجر الأسود يكشف كتفه الأيمن يجعل طرف الإزار الرداء تحت باط إبطه الأيمن وطرفيه هنا نعم يكشف معروفا نعم يكبر بسم الله الله أكبر يجعل البيت عن يساره نعم من الحجر إلى الحجر هذا شوط لا يوجد ذكر خاص للشوط الأول والثاني في هذا الكتب هذا ليس بصحيح لا يوجد ذكر خاص يذكر الله سبحانه وتعالى نعم يقرأ قرآن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر نعم قبل أن يصل للحجر الأسود في الركن الذي يكون قبل الحجر الأسود هذا يسمى الركن اليماني هذا إذا وصل إليه لا يكبر لا يقول بسم الله الله أكبر فقط إذا وصل إليه مجرد أن يتعداه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا يزيد أدخلنا الجنة مع الأب هذا كله بدعة الزيادة نعم نعم وصل للحجر بسم الله الله أكبر الآن هذا الشوط الثاني إلى الشوط الأخير السادس إذا وصل عند الحجر الأسود لا يوجد هنا تكبير نعم تمام ثم الآن يغط الكتف ويصلي ركعتين سنة الطواف لكن لا يصلي في طريق الناس في المطاف يأخذ يجعل الباب الحجر الأسود أمابه ولكن في الخلف بعيد دون أن يقطع عليه أحد الصلاة يصلي ركعتين في الأولى بعد الفاتحة يقرأ قل يا الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد نعم نعم ثم يمشي إلى الصفة الصفة جبل والمروة جبل انتبه طيب عندما يمشي إلى الصفة يقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الصفة والمروة من شعائر الله نعم سنة تمام الآن عندنا هنا عند الصفة في مثل الدوار نعم وهنا أيضا هذا لا يلزم أن تدور حوله تمشي إلى نهاية حد العربات هذا اللي في المنتصف إلى هنا تستقبل القبلة نعم حد العربات في الداخل نهاية الحد يأتي يستقبل القبلة نعم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو يرفع يديه ويدعو نعم ثم مرة أخرى مرة الثانية يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويدعو أيضا ثم الثالث يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يمشي من الصفا إلى المروة نعم يكثر من ذكر الله لا يوجد دعاء مخصص للسعي إلا هنا على الصفا وعلى المروة نعم نعم يمشي إلى أن يصل إلى العلامات في الأعلى تجدها هذا يسن هنا الإسراع نعم بين العالمين نعم نعم من الصفا إلى المروة شوط من المروة إلى الصفا الشوط الثاني الآن يعني السابع ينتهي على الصفا أو على المروة على المروة ولا بد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ينتهي على المروة لكن هنا إذا انتهى لا يقف للدعاء يمشي إلى الحلاقة نعم يحلق وهو الأفضل بالموس أو يقصر وهذا ليس بالأفضل نعم المرأة تجمع شعرها وتقص قدر أنم له تجمع شعرها من الخلف وتقص قدر أنم له